موسيقى انتلاقا من اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات والعمل على تنميته والارتقاء به من اجل النهوض بالمجتمع يأتي تأكيد رئيس الجمهورية على ان مصر سوف تدخل في هذا المجال بقوة حيث ان مصر لديها الكثير من الشباب الواعد الذي تعمل الدولة على تجهيزه وتأهيله وإتاحة الفرصة له ليكون جزءا من الطلب ونسب النمو عبر تنفيذ برامج ومبادرات لاختيار الشباب وانتقائهم ثم تأهيلهم لسوق العمل وفي هذا الاطار اطلقت وزارة الاتصالات ثلاثة مبادرات هي مبادرة مستقبلنا رقمي والثانية مشروع جامعة مصر المعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة اما المبادرة الثالثة فهي بناء مصر الرقمية حيث اكد السيسي استعداد الدولة لتوفير اماكن لاقامة الملتحقين بتلك المبادرة لتقليل فترة الدراسة وفي نفس السياق اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت ان الهدف من تلك المبادرات هو بناء الانسان المصري واشار الوزير الى ان الدولة سوف تستهدف مساعدة الشباب في المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والعالمي بالاضافة الى بناء قاعدة عريضة متعمقة في تخصصاتها في كافة اطياف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع رقمي مؤسس على العلم والتكنولوجيا وتحقيق مصر الرقمية وتستهدف تلك المبادرات تطوير بناء المهارات القيادية والاستراتيجية لدى الشباب اضافة الى سقل قدراتهم من خلال بناء القدرات العلمية والاكاديمية للشباب الملتحق بتلك المبادرات اهلا بحضراتكم مازلنا مكملين معاكم وده استكمالا لفقراتنا الحوارية وده الحوار الاخير اللي يكون مع حضراتكم نهاردة في هذا الصباح واللي بيمتد برنامجنا من الثامنة وحتى العشرة مازلنا بنتكلم مع حضراتكم في الجزئية الهامة باعادة وصياغة بناء الانسان المصري بناء الانسان ليس في الجانب الصحي ولا الجانب المعرفي لكن بيضاف لي من بداية الالفية التالتة وهو البناء التكنولوجي والبناء المعرفي وكمان بنضيف لي في الوقت الحالي تقنيات الجيل الجديد من التقدم التكنولوجي ومن المعرفة الرقمية ومن المبادرات الرقمية النهاردة هنتكلم مع حضراتكم يمكن في مبادرات كتيرة جدا اطلقت في الفترة الاخيرة وكمان قيادتنا السياسية ممثلة في رئيس عبدالفتاح السيسي دائماً وأبداً ما تحرز على الإلمان بكل ما هو جديد في عالم المعرفة وفي التقدم يمكن كنا تابعنا في مؤتمر الشباب الأخير في شرم الشيخ في ديسمبر من العام الماضي 2019 وكان هناك جلسة وبعض الجلسات الأخرى مخصصة للتقدم التكنولوجي وعالم الروبوتات الجديدة وكان طبعاً الروبوت الصوفيا كان على رأس المستجدات وكان دائماً وأبداً ما تحرز كل منظماتنا وكل مؤسساتنا الدولية وكل المؤسسات المصرية على التقدم في هذا الأمر النهاردة مع حضراتكم هنكلم في هذا الحوار عن هذا الموضوع مبادرات وزارة الاتصالات وبتكلفات واضحة وصريحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاولة بناء الإنسان معرفياً وتكنولوجياً واللي احنا بنشوفه حوالينا في الوقت الحالي سواءنا في التقدم الحاصل في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية أو في ألمانيا أو في أوروبا الشرقية بشكل عام عن التقدم التكنولوجي والرقمي خلينا أرحب بضيفي النهاردة الخبير أستاذ خالد حسن وهو رئيس تحرير جريدة عالم رقمي والخبير فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صباح الخير يا أستاذ خالد صباح الخير أستاذ خالد أهلا بكم شرفتين النهاردة الموضوع يمكن على ناس شوية جديد لكن هو طبعاً الموضوع لتأصيل والموضوع ممتد يمكن من بداية الألفنات من حكومة الحكومات المتعاقبة من بداية الألفين وهو اتجاه الدولة لمجابهة التحدي الكبير والأعظم المتمثل في العالم الرقمي خلينا حوارنا كده قبل ما أتكلم عن المبادرات التلاتة النهاردة اللي احنا بصدد الحديث عنها عايز أتكلم عن كده فلاش باك أو أرجع للخلف شوية صغيرين عن التقدم التكنولوجي تأثيره إنعكاسه أهميته على المجتمع واتصاله بالعالم الآخر هو في البداية لازم نأكد أن التكنولوجيا ما أصبحتش منجرد أداة طرفهية وإنما أداة لتحسين أداء البشر وتحسين نمط حياته فما بقيتش التكنولوجيا مجرد حاجة كده يعني هدف حد ذاته ولكن هي هدف بتحسين حياتك أنت كإنسان وبنفس الوقت تنمية مهراتك وليس أن هي تحل محلك ولا هي تأخذ مثلا وظيفتك أو بعض البعض بتخيل أن هي هتقضي على وظيف فمصر أدركت أهمية التكنولوجيا من سنوات طويلة يمكن مصر من أول الدول اللي استضافت شركات التكنولوجيا على معاملات العالمية لكن تحديدا الحكومة المصرية أنشأت وزارة الاتصالات في نهاية العقد الفينات اللي هو في سنة 1998 تحديدا أنشأت وزارة مخصصة في مجال الاتصالات الوزارة دي كانت من دامني أهدافها أن هي توفر البنية التحتية نحن البنية التحتية ما كانتش في مصر متحGreg ألا أنه هي نتجه بقوة نحوة التحول الرقمي بقى عندنا أكتر من المشغل المحمول بقى عندنا بنية إنترنت سواء كانتاج الابرطب طبعا بعد كده لحمده ل لابرود باند د suit النهاردة عندنا إنترنت المحمول كمان فالنهاردة عندنا حوالي أكتر من خمسين مليون مستخدم إلى الإنترنت عندنا النهاردة 100 مليون مستخدم من الموبايل عندنا النهاردة أكثر من 2 مليون طالب النهاردة بيستخدموا التابلت في درستهم سواء أولا سنة أو سنة وحتى المراحل الصغيرة وطبعا يمكن رئيس الوزراء أمبارح أعلن عن كيفية توطين سنة عن التابلت فمصر بالتعاون مع بعض الشركات والجهات الحكومية ودي خطوة إيجابية الهدف منها أن نحن نوفر التابلت لـ 22 مليون طالب للتعليم قبل الجامعي يمكن النهاردة الوعي المصري والرأي العام ما بقاش مستغرب يعني إيه التكنولوجيا ما بقاش مستغرب يعني إيه تحول رقمي النهاردة بقى عندنا الأول كنا بنوعاني أن احنا نتنمي الوعي يعني إيه تكنولوجيا ويعني إيه بتساعدك عشان تطور أدائك حتى في موظف الحكومي موظف الحكومي كان دايما عنده مخاوف أن أنت أجيب الكمبيوتر يعني أنت أستغنى عني هاي استغناء عن العنصر البشري وأستعيد بيه عن الآلة بالزبط كده عارف ده كان بيعملين له مشكلة كبيرة جدا أن أنت المواصل الحكومي عنده كده مقاومة ذاتية خوف أو أي تغيير بيتم مقاومته بالزبط كده حتى يقولك السيستم واقع يقولك فكانت المقاومة ذاتية دي كانت أكبر عقق بالنسبة لأن أنت تستوسع في استخدام التكنولوجيا لكن النهاردة أنا وحنا بننقل العاصمة الإدارية الجيدة بنتكلم على النهاردة موظفين يتم تأهلهم وتدريبهم على الأعلى مستوى عشان يقدروا تقدموا الخدمات الإلكترونية بشكل مميز للمواطنين اللي هيعيشوا في العاصمة الإدارية بإذن الله والنهاردة أنت بتحمل طفرة النهاردة عندنا وزارة التقديد بتعاومة وزارة الصلاة النهاردة أنت بتضرب حوالي أكثر من 2 مليون موظف حكومي على استخدام التكنولوجيا بنؤكد أن التكنولوجيا مش هدفها يتحل محل الموظف ولكن تحسن أداء وترفع كفاءة الأداء بحيث أن المواطن يبقى راضي على الخدمة الحكومية التحول الرقمي مش مجرد ما يكانه مش مجرد يجيب كمبيوتر وحطه قدام الموظف وشاشة وخلص لا أنا بعمل خدمة متكاملة عشان المواطن يشعر بالرضا عشان المواطن ده يبقى مواطن العميل فدير خلفية بتاعة صناعة التكنولوجيا وإيه كده خلفية صناعة التكنولوجيا خليني أخذ من كلام حضرتك واتكلم عن أنه بيتم تأهيل أكثر من 2 مليون موظف وده تقريبا تلت الجهاز الإداري للدولة على تقديم الخدمات وعلى كيفية تقديمها بالشكل اللائق وبالكيفية اللي هي ترضي العميل أو متلق الخدمة عن هذا الموضوع يمكن قلت حضرك عن العاصمة الإدارية الجديدة أنا النهاردة بيصدد نقاش لمبادرات وزارة الاتصال ويمكن على رأس المبادرات دي مبادرة مشروع جامعة مصر المعلوماتية لمدينة المعرفة وده أو هذا المشروع هيكون في العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لمشروع المستقبلنا رقمي وبالإضافة لمبادرة بنات مصر الرقمي خلينا نبدأ دايما بالعلم الجامعة لأن الجامعة هي يعني بناء العقول العقل يبنى من العلم والعلم ده بدنا تلقى سواء من المدرسة لحد ما بنروح الجامعة فخلينا نبدأ من الجامعة الجامعة المعرفية في العاصمة الإدارية الجديدة تكوينها في البداية لازم نقوله بالنسبة أنه أنت عارف عندنا في مصر كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في عدم توفر الجامعات في كل محافظات فكان عندنا ضغط كبير جدا من الطلاب على الجامعات الموجودة من أول عام المالي 2014-2015 الدولة قررت أن هي تتوسع في الجامعات النهاردة عندنا 27 جامعة حكومية تقريبا في كل محافظة كل محافظة فيها جامعة ويأخرهم كاتر غردقة النهاردة الدولة تشجعت إقامة 8 جامعات للتكنولوجيا النهاردة التعليم الفني للأسف كلنا كده المجتمع المصري بيبص للتعليم الفني نظرة دونية شوية عن التعليم الجامعة وده حقيقي بالفعل وأنا نفسي اتكلم في الموضوع ده لأنه التعليم في الدول المتقدمة ألمانيا على سبيل ألمانيا هو جزء أساسي منه التعليم الفني بالضبط لأنه المصنع والمصنع والآلة اللي بتستخدم والتكنولوجيا اللي بتنم تصديرها بمليارات الدولارات هم دول وده حد أشجل النهاردة عندنا 8 جامعات تكنولوجيا أنشأنا منهم بالفعل 5 وشغلين بالفعل وفضل بإذن الله 3 مفترض هيتموا في العام المالي الحالي دي جامعات التكنولوجيا الدولة عملت جامعات الأهلية النهاردة عندنا 4 جامعات تم مفتحهم السنة دي مش عارف ممكن نذكر اسمهم طبعا لا دي جامعات أهلية مالكسنان الجلالة والعالمين الجديدة ومنصورة فعندنا 4 جامعات وفي إطار أن نفتح 10 جامعات أهلية وطبعا بنشكر الرئيس أنه هو كمان قرر أن كل جامعة حكومية لازم يكون عندها جامعة أهلية أنت عايف حالك المتوسط العالمي للجامعات أنه هو لكل مليون مواطن لازم يكون عندك جامعة أنت كل الجامعات اللي عندك دلوقتي في الوقت الحالي 27 زي ما قلنا حكومية و10 أهلية ومسلا 15 جامعات خاصة ونقدر نقول تم جامعات التكنولوجيا فأنت لسه قدامك عايز تستثمر مليارات عشان تبني جامعات عودا بقى لسؤال حدارك في العصمة الإدارية الجديدة طبعا العصمة الإدارية الجديدة يمكن ده النموذج للمفهوم المدن الزكية اللي هو بنسمي الجيل الرابع من المدن اللي هو قائم على استخدام وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في كل ما يتعلق بحيات البشر في المدن دي بدأت من عداد القربائي بدأت من الشوارع النقل الزكي تقديم الخدمات الحكومية مش مطارة تروح تقابل الموظف أن انت ممكن تاخد خدمات كلها أونلاين فكل الحاجات دي محتاجة كواد البشرية ده بنستكملها بأن احنا بنعمل في العصمة الإدارية مدينة المعرفة دي مدينة متكاملة خاصة بتوطين صناعة الإبداع يمكن حيات التعليم طبعا أن تصبح تكنولوجيا قايمة على الإبداع الفكري للكواد البشرية اللي بيتم تأهله فالنهارده وزارة الصلاة بما أنها بتتعاون مع وزارة تعليم العالي قرروا أنهم يعملوا جامعة مصر المعلوماتية وفي حقيقة دي تعتبر نواة للي كان الرئيس أشار إليه زي ما حقا قلت كده في مؤتمر الشباب أن انت تزيب عندك بارترش أهو تعاون بين الجامعات المصرية وجامعات العالمية فالنهارده وزارة الصلاة من حوالي شهرين عمل الديل مع جامعة دامبرو دي أكبر جامعة أمريكية ونرقم 35 على مستوى العالم في مجاية هندسة الإلكترونيات وهندسة الكهرباء البرتقول ده بيستهدف أن احنا نقهل كواددنا البشرية ثلاث سنين هنا في مصر وسنة في أمريكا الجامعة دي هيتم العمل بيها بداية العمل الـ 21 آه بالسنة دي يعني الطلبة هيقدموا بيها بإذن الله ثلاث سنين هنا في مصر وثلاث سنة بإذن الله في أمريكا واللي حابب يكمل درسات عالية وستواقف أمن المعلومات والأمن السبراني وكده وبعض التخصصات الجيدة يقدر يكمل في أمريكا النهارده فأنت عندك الشراكة العالمية اللي تعملنا نهارده مع الجامعات العالمية دي هتطول لك منتج الخارج من الجامعات منتج عالمي قادر عنه نفس العالمي احنا كانت مشكلتنا أنه كل ما تخرج من سوق العمل يقول لك إنسا اللي تعلمت في الكلية دايما ما فيش راق ما بين اللي بتعلمه وبين السوق العمل طيب دي المبادرة الأولى أنا عايز أتكلم عن المبادرة الثانية اللي هي متعلقة ببنات مصر الرقمية احنا النهارده عندنا شركات تكنولوجيا المعلومات كتيرة جدا يعني عندنا حوالي ممكن نقول حوالي خمس تلاف شركة متخصصة في نجال تكنولوجيا المعلومات هدفنا من المبادرة ديت ان احنا ازاي نساعة شركات تكنولوجيا المعلومات دي ان هما يطوروا حلول تتناسب مع احتياجات السوق المصري وكمان السوق الأفريقي والعربي يمكن حدك فيه المشاكل اللي بيواجهها السوق العربي والسوق الأفريقي متجابعة جدا مع المشاكل بتاعتنا احنا في السوق المصري فانت ممكنك ان انت أنتك تحل أو سليوشن للمشكلة موجودة في المجتمع المصري هتقدر بشكل ما أو بطريقة ما ان انت تصدروا للمنطقة اللي حوالينا وسوق العرب وببتاقي ان انت تضاعف صدراتك من صدرات التكنولوجيا المعلومات ممكن ان احنا صدراتنا بتتروح بين 3 مليار لكن الهدف ان احنا نوصل ل 5 مليار بإذن الله خلال 3 سنين اللي جاية استعدانا ان احنا نوصل 10 مليار طيب دي كده مبادرة مصر الرقمية أو بنات مصر الرقمية اللي بتستهدف طبعا مدنوع من خرجي الكليات الحاسب والمعلومات وكلية الهندسة وطبعا زي ما حضرتك اشرت انه مختصة بالأمن السبراني وعلوم البيانات والذكال الصناعي واللي نقشناه في مؤتمرات كتيرة طيب خليني اخد سريعا كده برضو مبادرة مستقبلنا رقمي المبادرة انا محتاج اعرف عدد اللي يلتحق بها انا عندي عدد كتير لكن انا احب اسمها من حضرتك حضرتك يعني هو الوزارة للصلاة عندها من سات ما قلت شيئا صراحة وعندهم معهد الايتي اي طبعا قبل الوزارة كان الايتي اي معهد الايتي اي ده معهد او معهد تكنولوجيا المعلومات معهد من المعاهد مش الاكليمية بس يعني ليه برند عالمي كمان ويعني بشكل ما او باخر بيدرب حوالي كل سنة كل الف قريق بياخدهم طبعا اليوم بعد الشرطات معينة عشان يضربهم وبيديهم منحة منذ التزعة تشور تزعة تشور دول الطالب قبل ما يتقرر بيكون متعين في شركة عالمية او اكليمية او كده النظر لجودة مستوى التعليم النهاردة الوزارة النهاردة مع اطلاق الرئيس لمبادرة اروات تكنولوجيا المستقبل وتدريب حوالي مئة وسبعين الف متدرب في مجال تكنولوجيا المعلومات بدأنا نفكر بشكل انتظام منظم اكتر ان احنا عندنا تبقى دورات سابتة لتدريب الكواد البشرية سواء طبعا في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بعض الشركات او منصات التعليم الاكتروني زي كورسيرة وزي ايديو ايكس كل المنصات دي بتستهدف ان احنا نضرب حوالي اكتر من مئتين وخمسين الف طالب سواء كان طالب في الكلية او طالب بعد الكلية حتى لمدة خمس سنين بعد ما تخرج بخمس سنين احنا ناهله في مجال تكنولوجيا المعلومات يمكن بعض التخصصات المهمة جدا صناعة الروبط صناعة الالكترونيات صناعة الامن السبراني صناعة الحوسبة السحبية الانترنت الاشياء التطبيقات المحمول ويمكن مصر كان ديها على مستوى الافريقية ان هي اطلقت مبادرة الرئيس اطلقتها من سنة حوالي ده لان ازاكال فيه اصخيالي انه دائما وابدا ما يحرز القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التسلح او تسلح المواطن والطالب المصري بكل العلوم التكنولوجية المتقدمة لانه ايمانه شديد وراسخ في هذه النقطة انه لو احنا تسلحنا بهذه العلوم لا الدولة قادرة على ان تعبر كل التحديات خلينا اقول اسأل حضرتك عن المبادرات دي انعكاسها على التطور التكنولوجي على تطور الدولة وتطور المواطن وبناء الانسان المصري حضرتك يعني النهاردة زي ما قلنا كده في الاول ان التكنولوجيا ما بقيتش اداية حد ذاتها ولا هدف ولكن هي بتقدي الى تحسين جودة المواطن المصري النهاردة الطالب النهاردة بدأ المكان حتى متعود على نظام التلقين والحفظ في الدراسة النهاردة بدأ يفكر ويعمل سيرش النهاردة كل اولادنا نجحوا في التعليم من خلال الابحاث اللي عملوها وقدموها بصف نظر على بعض السلبيات الابنبوك والتابلت وما الى ذلك من وخش يعني دور بنفسك وعمل سيرش عشان يملس فيه ثقافة البحث العلمي احنا يمكن عندنا دلوقتي هدف اساسي بالنسبة لنا ان احنا مصر تبقى منتجة للتكنولوجيا ومساهمة في الابداع العالمي للتكنولوجيا المعلومات احنا للأسف عادنا فترة طويلة جدا مجرد المستخدمين ومجرد منتظرين اللي بيدينا هولنا الدور المتكاتبين في التكنولوجيا معها احنا النهاردة بنهدف لبناء جيل يبقى قادر على المساهمة في مجال التكنولوجيا المعلومات بانتاج حلول ده يمكن تصدرها للعالم كله ومصر ما تبقاش مجرد مستخدم ولكن تبقى منتج للتكنولوجيا طبعا ده مش هيجي غير بتجيلي اللي انت بتربيه النهاردة او بتعلمه النهاردة بداية من اولادنا اللي بيخشوا الحضانة النهاردة والصف الابتدائي وبدأنا ان احنا نعلمهم يعني ايه استخدامك للتكنولوجيا سنة درجة بدرجة الحوار ممتع معك جدا انا انا مبسوط جدا والله لانه بيضيف ليه بس سريعا كده عايز اعرف اهمية ربط العلوم التكنولوجية ده ده بالجامعات العالمية سواء في امريكا او في اوروبا وانعكاس ده على تطور التعليم عندنا في مصر نهاردة الاول مرة عارفة بيكون اول مرة عندنا ان احنا برامج اللي بتدرس في امريكا بدرس عندنا سواء في الجامعة اليابانية اللي كان الرئيس فيها الاسبوع اللي فات او في الجامعات زي زويل وجامعة النيل جامعة المصر المعرفية اللي هي بيتم عملها في مدينة المعرفة النهاردة الدولة انشأت 35 كلية بتخصصات جيدة عندنا 70 برنامج متخصص في مجال التكنولوجيا المعلومات بيتم تطبيقها اهمهم النانو تكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا في الطب الزكاء الاستناعي علم الروبط فكل البرامج دي بتخش او مرة في الجامعات المصرية وانشاء كليات خاصة بالزكاء الاستناعي يمكن النهاردة احنا الاول مرة بنوفر البنية التحتية للخريج قادر على اولا تلبية احتجاجات سوق العالمي ثانيا ان هو يقدر ان هو يعني يفكر بطريقة ايجابية ان هو ازاي ان هو يساهم في تطوير التكنولوجيا مش مجرد استخدام للتكنولوجيا انا بشكرك جزيل الشكر شرفيني استاذ خالد حسن بجد شرفتيني جدا والله واسعتيني بهذا الحوار الثري والممتلئ ويعني فيه كثير من المعلومات اللي بتشغل كل اللي بيشاهدونا وكل اللي بيتابعونا شرفتيني استاذ خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي والخبير فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم شديد الكرام بكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة من هذا الصباح بكرة حلقة جديدة كلمنا لحضراتكم النهاردة في موضوعات مهمة على رأسها اليوم العلامي للسلام موضوعات متنوعة ومختلفة وختمنا لقاءنا النهاردة بهذا الحوار الشيق وبهذا الحوار يعني المعبر عن توجه الدولة المصرية وعن إعادة وصياغة بناء الإنسان المصري شكرا لحضراتكم غدا حلقة جديدة وفريق عمل جديدة قبلوا تحياتي وأسرة عمل البرنامج شكرا لحضراتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة